السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشاف صلاح البطني جمعة مباركة قبل ما بدأوا لا تنسوا تسلم على رسول الله عليه افضل الصلاوات اليوم ان شاء الله اجبت لكم منيطار طولات بضوق الفراولة بعجينة مقرمشة وكريمة رائعة خليكم لكم على المصفى مع المقادر هنا عندي 250 غرام متاع فاردة عندي ايضا قرصة متاع الملح وعندي هنا 150 غرام زبدة تكون طارية بدرجة حرارة الغرفة كما قلت لكم عنا 125 غرام زبدة ومارغارين انا استعمل دائما مارغارين تكون طارية بدرجة حرارة الغرفة ورحم بالسول هنا او ندخل هذه الفاردة مع زبدة بيدينا فقط عندي ايضا اثنين ملحة متاع اكل سكر غراسي وعننا احبة متاع البيض وعندي ايضا اللي هنا شوية فقط من الخميرة كيميائية لا تكثروش وراح نخلطو وانا اللي عاجي انتعي رح نلمو بالحليب ما نشرح نلمو بالماء اللي يحب يلم بالماء عنده الاختيار كما تحبوه فقط زوج مغار فلا ثلاثة رح يلملكم كما بتكم رح نزيد فقط من الملاعق تحليب لا اكثر ولا اقل ماهوش رح يدلكم بزاف واللمو اللي هنا العازين تعنا او البات تعنا رحي متعجنش فقط تلم بات صابلي للامانة انا رح يدتلي اربع ملاعق متع حليب هذه هي العازينة اللي انتحصلوا عليها اللموها فقط متعجنوهاش هكا حتى تجانس جانس اذا ندرك العازين تعنا نخلي ويرتاع لأقرب ساعة ونذهب مع بعض نخدم الكريمة انتع الفراولة تعنا نمرضك المرحلة تحضير الكريمة واذا نحتاجه؟ نجبه كسرنا نديره فيها نص طرة حليب انا هنا بالنسبة ل اللي طرتين تعنا قسمتهم كاليدراتهم بضوق الكرامل والشيكولة وكالي رح نديرهم بكريمة الفراولة عندي نص طرة حليب عندي هنا ايضا حوالي ثلث ملاخ سوف نأكل السكر كمية من لفاني وعندي 2 ملاعق ونصف عنشة ونخلطوه كلش بارد في بارد نحطوها على النار حتى نتخثرنا ونرجع لكم لا نشوفوا القواملين تحصلوا عليه سنضيف قطرة عفوا سننضبتها باللون الوردي ونضيفها باللون الابيض ونضيفها في صحن سنضيفه سنضيفه ونضيف الكريمة ونضيفها تبرد تماما نضيفها بالبابي فيلم بحيث البابي فيلم يلامس الوجه لكريمة ونضيفها تبرد تماما ونبدأ ان شاء الله باش نخدمه مع بعض او كيفاش نضيف المونتاج لترطيلات بعد ما كمنا خدمنا الكريمة نجيب العجين ونفتحه بكل سهولة لا تخافوا منه حاولوا تفرشوا شوية فارنا فقط أنا عندي ليمول هذا نهز العجين هنا عفوا ونضيفه نضيفه ونضيفه ونضيفه بهذا الشكل ونضيفه 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 فقط هنا في العجين ارتس بيضة كاملة ونستطيع فقط ونضيفه لبعد من الصفار بيضة ونضيفه 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 عجينة لجبه ونضيفه لأيض ونضيفه ثقبه ونضيفه من فرن نضيفه ونطيبوهم ونعطيهم تحمير الفيفا ونعطيهم ان شاء الله نرجع لكم بعد ما تبولي تارتلاتنا نجيبوه هنا الكريمة تالفرز اللي خدمناها وخليناها تبرد نعودو نحطها هنا في ريسي بيون خلطوها الليح بالفرشيطة ممكن ديرو غير الباطر ولكن يعني بلا ما ديرو باطر غير بيديكم هكا راح تليت تليسة لكم بعد ما تليسة الكريمة نجيبوه هنا بشادوي هكا ونعمروا الكريمة نبدأوا اللي هنا نعمروا ايضا اذا عندكم انتم الفرز بكمية كبيرة تقدروا تقطعوه مربعات صغيرة تضيفو له ملعقة تاع سكر وتخليوه شوي يطلق العسل هذك وتحطوه بالول من تحته ومن بعدها تبدأوا تديروه في الكريمة بنفس الطريقة نكمل مع كامل ونكمل نجيبوه هنا الفرغلة بنفس الطريقة نعمروا بهذا الشكل نعمروا بهذا الشكل هكا طريقة سهلة وبسيطة وتزيين بسيط وأيضا ما يديش منكم بزاف هكا فقط كما تحبوه انتم ما زينوها كما تحبوه نجيبوه هنا شوية على جولي نعطيوه بريونس اللي هنا خفيفة الفرغلة تاعنا بهذا الشكل شوفوا كيف هكذا هكذا طريقة ونخلوه محتني بردو تماما ونقدمه إذا نرجع لكم مع النتيجة الأخيرة أننا هنا ما نسيت باشا نقسم لكم العجنة جات هشيشة وجات كروسيونت رائعة والكريمة أيضا ولا أروع انتملتنا الإعجاب كل وصفاته عنه اليوم إذا عجبت كل الفيديو طهن هاليوم معليكم إلا تكتروني من لجام وتكمونتي وليس في الله فيديو وإذا عجبت كل قناتي معليكم إلا داروا اشتراك ولا أبني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش وصلكم كل جديد انتاعي ما بقى أني أقول لكم شهيدكم بصحة تلقوا في عد آخر تالله في روحكم صحة في طوركم وسلام